حزب أغلب على الأقل لم يشارك بأي محطة من محطات محربت الفساد معني غير مددل حتى التاريخي كنت أسمع عرفيقنا صديقنا حسن فضل الله يطلع يقول يحكي على الفساد ويشرح بالأرعام ويقول لو يوصل هذا الملف لأطاحه برؤوس كثيرة مرة قلت له أعطيني هالملف حكي على الاتصالات وغيره عنده ملف 1500 مستند بيقول قدمه للنياب العام النياب العام نيمي أقو والشعب عم بيأكل عصي أنا كي بدي أصدق أنه أنتم عم تحاربوا الفساد إذا الناس طايرة مصرياتها وما في حدا بيجاوبهم هو حامل الفساد يعني كمان موضوع التهريب موضوع التهريب ليش مع حماية الفساد مش بس بالتهريب أو غير التهريب المنظومة السياسية كلها متشابكة مع بعضها من ضمن مصالح صغيرة أنت ما بتشوفيها فوق الطاولة نتخاصم 48 عدار تحت الطاولة منتشارك شو بيجمعنا كلنا مع بعضنا بالسكوت مثلا عن ملفات معينة شو بيجمعنا مزوت المخشوش وين صار موضوع الكهرباء وين صار موضوع الضمان وين صار موضوع البور وين صار الميكانيك وين صار لم يرأيك موضوع البور يلي تهمت إسرائيل بتفجيره ما قدر حزب الله يرد على هذا الموضوع شغلة أكبر من حزب الله أنه يرد بهك شغلة أنا مقتنع قرار إيراني أنا مقتنع أنه انفجار بيروت يطمنوا انفجار عادي لاثنين ثلاثة غلطانين في شي عامل مساعد دفع إلى هذا الانفجار بهذا الشكل بس أبعاده كانت كبير إيرانية يطلع نتنياهو يقول نحن ضربنا ويرجع يرجع عن تصريحه مثل هذه قصة يعني يا في فيك تويتر يا ما تويتر مزبوط بس أنا بأعتقد حزب الله ما بيقدر ليها لأنه هذا انفجار بمسابة حرب عالمية بطلنا عم نحكي مشكل على عدنا أورا أبعادهم اختلفة وحجمه كبير كبير ودولة يعني هلأ ليس ما وصلنا لنتيجة وأنا بقولك ما في تحقيق بلبنان يوصل لنتيجة بلنا نقتنع أنه في أخطاء في مسؤولين سياسيين وأمنيين وإداريين بتحملوا المسؤولية في شعب الضرر عاصمة طارت في 220 شهيد في 6000 يعني تمنتنا أنه ما رح نوصل بولا جريمة لنتيجة وحزة المسؤول الوزير أو النيب بموقع المسؤولية باللحظة ذاتها ما بيحمل حاله بإجراء تلقائيا بيرو عند القاضي بيحط حاله بالتصرف معناته كلهم فوق العنون وما بدهم الحقيقة وكل من زاويته عم بيخبشه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر